كيف توقيت سيد رئيس؟ نعم؟ نعم سيد رئيس؟ توقيت مكين؟ لا، أنا لدي هنا توقيت، أنا مرحبا لديك يا صف، نتمنى أن نأخذ غير نص ديانه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مونا رسول الله وآله وصحبه سيد رئيس، سيدات السيدة والسيدة الوزراء، سيدات والسيدة النواب في الصباح سيد رئيس، سيد رئيس، سيد رئيس، سيدات السيدة سيدات السيدة والسيدة، لكن اليوم كنا كنا نقش في الصباح، كنا كنا نفعل تفسير السيدة أم لا ولكن بعدما تدخلت الأغلبية، أجدوني مضطراً لتدخل لا، أنا بعدها، والإخوان في المعارضة كاملة أنا أريد أن الحكومة أشكركم ونهنيكم على أربع المستوات أولاً، كنا نهني والسيد الوزير سيفوز القجاع على حصوله على جائزة كرسي تحالف الحضارات ذات بعد لأخذها من الجامعة الأورو متوسطة هذا اليوم، الساعة الرابعة والنصف وهي ذات بعد دولي تكافئ كل سنة أناساً ساهموا في الإنتاج والإبداع في مجالات متعددة كالسلم والتنمية والإبداع فهني ألكم سيد الوزير ثانياً، أريد أن نشكر الحكومة على استجابة ولو متأخرة حول حتف الضاربة على الدخل على المتقاعدين أشكركم، وخاكي ما قالوا الإخوان نحن منذ مدة، نحن نطالب بهذا بإنصاف هذه الفئة أثناء ٢٢ و ٢٣ و ٢٣ كانت تضخم مرتفع ومليجة الزيادة للحكومة كذلك بالنسبة للناس النشطاء لا في القطاع المنقطع الخاص قلنا المتقاعد مكسف دوله على الأقل، سيضرب على الدخل بعد هذا النضال المعارضة، استجبتم مشكورين فهنيئاً لنا بهذه الاستجابة لكن لكن باقي إشكال آخر يجب أن نلتفت إليه عندنا لدينا المتقاعدين الذين لا يبقون أن يخلصوا الضاربة جيداً في إطار هذا الجدول المادة ٧٣ لدينا تقريباً ٥.٠ مليار درهم وليوم بهذا ١.٠ مليار درهم هذا كل شيء مفيد لكن لا قبل في الدول التي كانوا أقل من ٤٠ ألف ولا كانوا أقل من ٣٠ ألف ولا كانوا أقل من ٤٠ ألف أو أقل من ٤٠ ألف هذا ما استفدواله هذا القطاع ستزاد للناس من ٢٠ ألف من ٥٠ ألف من ٥٠ ألف من ٥٠ ألف من ٥٠ ألف لكن هذا لا تقصوا أنا أنبّي الحكومة بأن هذا يجب أن تفكير فيهم تفكير فيهم يمكن أن نأخذهم في الإصلاح في التقاعد ولكن أنا أترك انتباه بأنهم يجب أن ننتبه إليهم الشكر الثالث وهذا شكر حار ليس حار حلو عسل أشكركم على الاستجابة على حدف العسل هذا هو بالفعل لا يمكننا إلا أن نشكركم ونشكر كل من كانت له يد بيضاء في حدف هذا الشريع الذي كان على المقاص من طرف الأغلبية من جلس النواب فيمكننا إلا أن نشكركم عليه والحمد لله لم يأتي لأنه حتى المتضررين والفيدرالية لهم تشكات وغير ذلك وطلعتهم بالتأكيد على الوضعية الحقيقية لهذه النحالة لأنه في 2017 قمنا لهم ضريبة في 2017 قمنا لهم أنه النحالة والذي يربيون ونحل لغير ذلك يكون لديهم حل الفلاحة ولا تكون لديهم ضريبة في 2023 قلنا لهم يجيبوا العسل والخلطوه مع العسل لا يوجد شيء لكن تفاجئنا هذا العام قمنا لهم أن تحذفوا الرسم ويبقى يجينا العسل من برا في حين هذا يضر أنا قلت وكرر يضر بهذا الفلاحين الذين يعملون في تربية النحل لذلك شكرا لكم الشكر الأخير هو التزام سيد الوزير هذا الصباح لأنه على عقد دراسي حول الأدوية الأدوية أدوية تصنع تنتج مغربياً وبكمية كافية وبتماني مناسب فإذا أشكركم على اقتراحكم بعقد يوم دراسي لحل هذا هذا الإشكال أدو 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 لكن بالمقابل نحن نقل الإشكالات التي لدينا في القانون المالية أو مع هذه الحكومة لكي نكون أوضح أولاً فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي الحمد لله نحن سنة الأخيرة هذا سنة الأخيرة نريد بعض الجوانب التي لم تحقق حتى تكون حاضرة لأن سنة ألفين وخمسة وعشرين لدينا شيئاً تهيئاً التي تهم المغاربة والمواطنين لا يمكن أن نجعلها لأن أي سنة قبل انتخابات ندروا فيها شيئاً لكي نبقى عقلاء علينا لكي تصوت علينا هذا ليس هذا هو المنطق ليس هذا المصدقية التي نقلب عليها لذلك نقول أن هذا الإصلاح الضريبي الذي جابته حكومة سابقة مشكورة الله يزياء بخير ونحن نشكر على الأقل بعدها يقول الله يزيك بخير جابت الإصلاح الضريب وقلوا واحد ثلاثة المستويات هذا جباية المحلية السيد الوزير التزمتهم في أقرب الأجال لأنها لا يمكن أن تنمية أن تتم دون المجال الترابي وهذا هناك إشكال حقيقي وإخوان تكلموا عليه وكنتم مشكورين حين أثرتهم الضريبة الاستثنائية ما زال كالحوالها صحيح أنه يمكن أن تردب مع هؤلاء الذين لديهم ألعب الحض هذه المساهمة استثنائية 100% تدخل الصندوق تماسك الاجتماعي لأنه يقول 10% يمكن أن تدخل 100% ولكن نريد أن تردب في مجالات أخرى في حال المحروقات ونحن نعودها أرى هذا ما في فرنسا ونحن في بريطانيا هناك شركة كوبرا تربح يقول أنه يدخل معنا هم هم وهم الذين يحققوا أرباح في هذا المجال النقطة الأخرى الحماية الاجتماعية المجلس القصيد والاجتماعي كان واضحا ووضحوا عدد الاختلالات دعوني أثيروا منها ثلاثة أولا هو أنه ما بين خمسين سبعة وخمسين حتى الثمانين في المئة يمشي القطاع الخاص أنا كنتفاجع أبو حد الوزير يقول لك هذا كذب كيف هاش كذب وأنا هذا مجلس القصيد الاجتماعي يخرج في صحفة ومعه حوار يقول لك كيف هاش مكينش ونحن نقول مجلس القصيد الاجتماعي يقول بأن سعود فاصلة خمسة المليارات الدرام لخصص الدولة أركض في الخطاع الخاص بهذه النسبة التي تكلمت عليها ولذلك يجب أن نتبه هذا الفلوس منه هذا الفلوس المغاربة يجب أن نحرص عليهم أنهم يذهبوا عند المغاربة الاختلال الآخر فيما يتعلق بالأدوية وهذا مشكل كبير جدا الذي يجب أن نتبهله ونجعله حتى اليوم الدراسة هناك علاقة الحماية الاجتماعية كان الخطاب ديجارة الملك كان قانون الإطار في ٢٠٢٥ لا يوجد كلام حوله لذلك نقول هذا ١١١ مليارات الدرام نقول أنهم سأأتي على الأقل هذا الشيء الذي جاءت الملك في الخطاب في ٢٠٢٢ ويعوده في ٢٠٢١ أثناء الافتتاح البرلمان يكون واضح لدينا لذلك نقول هذا لا يحضر لا يحضر كذلك السيد الوزيراء في ٢٠٢٢ قلت في ٢٠١٤ في ٢٠١ بخير نحن في ٢٠١٢ هذا إصلاح عنظمة التقاعد نرى الآخر يأتي إليهم يأتي الإجتماعي تتكلم عنهم بنك المغريب تتكلم عنهم ما سيتأجيبهم أو لم يأجيبهم كونوا واضحين ما سيتأجيبهم أو لم يأجيبهم لماذا؟ لأن التفاق الذي يفعل مع النقابات فيه اربعة هناك قانون الإدراب هناك مدونة الشغل هناك قانون النقابات وفيه تقع لا يمكن أن يتعدي هذا يجعل الإدراب لا يمكن لذلك نحن نتساءل معكم حول هذا الموضوع كذلك فيما يتعلق تشغيل أنا كنت أقول تشغيل هذا 14 مليار الذي دارت باقي لم يكن فيه الوضوح واحد الوزير عاد خرج مؤخراً خرج الثلاثين قالوا ادي راعتك نجد الدراسة لا يمكن هذا وزير وزير دولة وليس وزير في قطاع مهم قالوا ادي راعتك نجد دورة جمعنا رئيس الحكومة وقالنا نعطينا الأراء ديالكم والأراء ديالنا هم يجمعها فلذلك شيء غير معقول لأن المليار الذي دار بالنسبة إلى المليار الذي دارت العالم القروي لا يوضح هذه 12 مليار التي دارت المقاولة الصغيرة جداً لا يوضح لكن دراسة أعطينا السيد الوزيرة أختم السيد الرئيس بثلاث أمور بسرعة أولاً هنا بالعسل والجلس المستشارين جيد نحن في الهندي جيد نحن لا يوضح نحن ندوخ نحن ندوخ نحن ندوخ نحن ندوخ أو كما دوزنا في القانون هنا سوف يدار للأدوية وللجوانب تجميلية نرى الزبدة نرى الشوكولاتة نحن نرى العدد بمعنى أن كنت منها الحكومة لم تخدرنا المواطنين خلال 2025 لكي يكون مقضين إن شاء الله لكي يصويتوا للصالح في 2026 وأخيراً أقول بأن قانون المالية 2025 ما زال في الإشكالية للأولويات الماء 19 مليار في إطار 147 هي الخيطات لا أثر تشغيل أن تكلمت عليه الفساد كان كلام يقول يجب تدقيق هو يقول ما بين 3.5% في حدود 50 مليار هذه مسؤولية الجامعة صحيحة ولكن التدقيق يجب أن يكون الرئيس الحكومة يقلس مع الرئيس لهيئة النزه والوقاية يقلس معها يقلس في إطار التبع استراتيجية لكل هذا نحن صوتنا ضد مشروع قانون 2025 خاصة وأنه لم يقطع مع لوبي واحد اللوبي الاستيراد واحد اللوبي دي الأزمات واحد اللوبي الذي جابنا الخرفان في العيد الكبير ومنجحش وهذا العام كله يجيبوا بقي منجح ودابا أعطينا عام إضافي لكي يجيبنا أنا كنظن بأنه الآن نحن نسائلكم ما يكون هذه الناس ومنجح يجيبوا ومنجح 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 نسائل لأنه سيد نائب من الأحرار وصفت لي يقلس 74 في المساحة كبيرة ومنجح سنقلس ولكن الحمل الأخير الذي يكون في البقار يتعلق بالضلوع لكي يأخذوا باقي الأطراف 150 درهم 140 120 درهم فإذا وخاكل الاستيراد ما زال الثمن غالي لكل هذا صوتنا على مشروع قانون المالية بالرفض شكرا لكم شكرا